في رسالة إلى العالم بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يوافق غدا السبت أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن مكانة الأمم المتحدة ترسخت على مدى أكثر من سبعة عقود كمنظومة عالمية فاعلة لإدارة وتنسيق العمل الجماعي المشترك الهادف لحفظ السلام والأمن والاستقرار العالمي وقد سهمت الأمم المتحدة عبر هذه العقود في تعزيز جهود التنمية وتقديم العون الإنساني النبيل في مواجهة الأزمات والكوارث ومختلف التحديات التي تهدد حاضر ومستقبل العالم وقال سموه إن الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة هو احتفاء بعقود ممتدة من التضامن والتعاون الإنساني من أجل عالم ينعم فيه الجميع بالاستقرار والرخاء وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه حرصت على توطيد علاقات التعاون مع الأمم المتحدة وتساند جهودها في نشر السلام والاستقرار إدراكا من المملكة لأهمية دور الأمم المتحدة كإطار دولي جامع يجب الحفاظ عليه حتى يؤدي رسالته النبيلة في خدمة الإنسانية وتطورها وشدد سموه على أن ظروف الراهنة التي يعيشها العالم لتقل في خطورتها عن تلك التي كانت سائدة قبل خمسة وسبعين عاما عندما نشأت الأمم المتحدة مع اختلاف في طبيعة الخطر الماثل الذي يتم التعامل معه حيث حل الخطر الصحي العالمي حاليا مكان التهديد العسكري المدمر الذي مثلته الحرب العالمية الثانية ودعا سموه في رسالة إلى العالم بمناسبة يوم الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك من أجل مواجهة التحدي الراهن الذي تمثله جائحة فيروس كورونا المستجد وأكدا سموه أن هذه الجائحة وضعت العالم أمام تحدي مصيري للبشرية لا يمكن مواجهته بشكل منفرد وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة على مدى العقود الماضية ومن قامت به من دور فعال في إنهاء الصراعات والتخفيف من وطأة الأزمات العالمية ومساندة جهود الدول لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030 التي شكلت منطلقا لتحقيق المنافع المشتركة للشعوب وقال سموه إن جائحة فيروس كورونا جددت التأكيد على أهمية تطوير مسيرة التعاون العالمي لتكون أكثر تضامنا وتنسيقا في استشراف المستقبل ووضعت تصورات لسبل مواجهة الطوارئ والأزمات غير التقليدية من منطلق إنساني يتجاوز أي اعتبارات سياسية أو اجتماعية وأضاف سموه إن توقف واضطراب الحياة والتأثيرات الجمة التي طالت شعوب العالم أجمع يجب أن تذكرنا بمدى تشابك مصالحنا والمصير المشترك الذي يربط بيننا وأن بمقدورنا أن نبني وأن نمضي قدما في صناعة مستقبل واعد تتحقق فيه معاني الأخوة الإنسانية النبيلة ونوه سموه إلى أن جائحة كورونا شكلت ولا تزال اختبارا صعبا للبشرية وقدرتها على الحفاظ على ما تحقق من منجزات وأن المسئولية الأخلاقية تحتم أن يتحرك الجميع وتحت قيادة الأمم المتحدة لمواجهة هذا التحدي وفقا لقيم الضمير الدولي كأساس يعزز السلام والاستقرار وأعرب سموه عن الاعتزاز والفخر بالجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا وما حققه فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من نجاحات عبر مجموعتين من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في احتواء تداعيات هذه الجائحة بأعلى درجات الكفاءة ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين عملت على توفير الرعاية والعناية والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء أو تفرقة بما يجسد القيام البحرينية الأصيلة والوجه الحضاري المشرق للبحرين وشعبها وأكد سموه أن التعاون بين مملكة البحرين والأمم المتحدة أثمر خلال ما يربو على خمسين عاما عن نجاحات عديدة في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والتنموية وأن المملكة تفتخر باحتضان عدد من المقرات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة والتي تجد من المملكة كل الدعم والمساندة ونوه سموه إلى أن مواجهة جائحة كورونا يجب أن لا تشغل العالم عن أهمية وجود تنسيق مشترك في مواجهة التحديات التي تمثل أيضا تهديدا مباشرا لحاضر ومستقبل البشرية ومن بينها الصراعات ونزاعات المسلحة ومحاولات التدخل في شؤون الداخلية للدول والإرهاب والعنف والتطرف وتغير المناخي وغيرها وشدد سموه في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في المجالات التي تخدم تقدم البشرية وتعافيها من الأزمة الراهنة وفي مقدمتها تحقيق الأمن الصحي الذي بات يحتل أولوية قصوى وحثى سموه على أهمية بلورة رؤى النمو استقبلية شاملة لتحقيق الأمن والسلام والتعاون في مجالات التنمية التي تصهم في تحقيق المصالح المشتركة للدول والشعوب وبناء مستقبل أكثر استقرارا ونماءا للأجيال القادمة وفي ختام رسالته دعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الحفاظ على أهداف الأمم المتحدة والعمل على تطوير آلياتها وفق مستجدات العصر وبما لا يتنافى مع مقاصدها النبيلة سيما وأن المنظمة الدولية أثبتت على مدى عقود قدرتها على الصمود في مواجهة تحديات التي هددت الأمن والاستقرار العالميين ترجمة نانسي قنقر